تعالوا بقى نروح لاستعدادات النادي الأهلي لمنافسات كأس العالم للأندية مبارح كان فيه أمطار شديدة الحقيقة في مدينة تطوان المغربية وحرصا على سلامة اللعيبة وخوفا من تعرضهم لأي نازلة برد مش وقتها وأجيد مش مستحبة مستر مارسل كولر يعني نقل كل فقرات الميران الجماعي واستكمل اللاعبين بعض الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم كمان الملحق بملعب المباراة كمان عقد محضرة فنية بالفيديو مع اللعيبة في مقر إقامة بعتة النادي الأهلي وعرض المزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي اللي هنواجهه إن شاء الله في أول لقاءتنا في هذه النسخة من البطولة واتكلم مع اللعيبة حول نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس وده كله أكيد في إطار الاستعدادات وتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية غدا إن شاء الله بمدينة طنجة المغربية وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق